يمكن النهاردة بالذات ممكن يبقى الكلام مركز قوي على باب الشمس وباب الشمس ده فيلم غريب، فيلم رائع، فيلم حلو في كل حاجة قبل ما هنقعد ندردش حبك كتير على باب الشمس انا عايز اسأل على حاجة واحدة المغارة اللي مفروشة بورق الورد والحاجات ازاي كده انت فكرت فيها ازاي؟ انو ده واحد من اجمل المغارة اللي انا شفتها في حياتي انتهيالي قبل ما يبقى فيه الفيلم فيه رواية رواية عظيمة كتابة ففيه جمل كده في الرواية يعني فيه حاجات كتيرة في الرواية مش متاخدة زي ما هي بس تماما من وحي الرواية اللي هي ازاي نهيلة دايما بتجيب معاها مية ازاي بتجيب معاها الخضرة فالحاجات دي يعني اما تخش مغارة المغارة حاجة كئيبة جدا في نفس الوقت انك انك انت بتتكلم عن الجليل اللي هو كله اخضر اللي هو كله يعني الحلم ده بتاع انا ما عرفش الجليل انا ما راحتش ومحدش من الجيل بتاعنا راح على الجليل ما نعرفوش بس عندنا المخيلة بتاعته والوصف بتاع الناس دي فزائد ان في الرواية لما نهيلة بتطلب من في اخر الفيلم لما في اخر الرواية لما بتقول ليونس سد المغارة لان ده الجزء الوحيد اللي في فلسطين اللي ما دخلوش اي اسرائيلي فالمغارة كان لازم يبقى فيها حاجة من روح الجليل ده من روح الخضرة والجمال ده بس فعملناها كده يعني كان ده الفكرة جات حقيقي من الرواية ومن ايه اللي بتخليك تتخيله انه خدنا الجليل ودخلناها المغارة خبناها في المغارة بالزرط يبقى ده الكنز بتاعنا وفي حاجة تانية اللي هي الحمد لله انا صورت المغارة قبل ما صور المستشفى اللي فيها يونس الناس عارفة هو ايه كان باب الشمس متى يالي هي حدوطة الراجل بيجيله كومة بيروح في غيبوبة وفي حد زي ابنه بالتبني بيحكيله حكايته بيحكيله حكاية حبه لمراته اللي كان بيعدي الكبال عشان يزورها في مغارة اسمها باب الشمس فكل طول الجزء الاولاني بتاع الفيلم هو قاعد بيحكيله الحدوطة بتاعته اسمه يونس الرجل اللي في غيبوبة يعني لما ابتدينا صورنا صورنا في الاول المغارة من الحاجات اللي صورناها في الاول تماما في سوريا جينا بقى في المستشفى اللي فيها يونس راقد في غيبوبة والحاجات دي كلها هو بيحكيله حدوطة في قوضة كايبة جدا مستشفى فقيرة جدا مفيهاش امكانيات خاصة فشوية شوية في التدرج بتاع الفيلم كان برضو جزء من الحاجة اللي واحد حس بيها ان زي خليل عشان يخليه باقي على قيد الحياة زي بيحاول يحوله القوضة بتاعت المستشفى لشيء شبيه بالمغارة بس ماقدرش يحط وارد والحاجات دي كلها بس بيحط عارف اللعب الصيني دي اللي بتنور للشكلها زي وارد وتقفل والحاجات شوية شوية القوضة نفسيها بتتحول لشيء شبيه بالمغارة بتاعت باب الشمس فالحاجات بتتجيب بعضها انت عندك رواية رائعة عمل أدبي عظيم يعني قبل ما يكون عمل توثيقي للزاكرة الفلسطينية وزاكرة النكبة فهو عمل أدبي ضخم اسلوب رهيب يعني وقريتك لها يعني دايما بقول الحكاية دي كلها انت لما بتقرأ رواية دي زي حاجة انت عشتها بقت بتاعتك فعمل بيها اللي انت عايز وزاي ما كون عشت حاجة وعايز أحكيها بس أحكيها بقى تحبيش بتاعتي ايوه ترجمة نانسي قنقر ؟ ترجمة نانسي قنقر